أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المساهمة الفاعلة والمشاركة الإيجابية في الحملات الوطنية والتطوعية يعتبر جزءا من العطاء الوطني ومسؤولية وطنية ومجتمعية تسهم في تعزيز وتطور الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخصوصا المرتبطة بالمنظومة الصحية معربا على الفخر والاعتزاز بالمستوى المتقدم للخدمات الصحية والعلاجية التي تشهدها مملكة البحرين بفضل التوجهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى ومن متابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الحملة الوطنية لفحص الجينوم وذلك بتنظيم من الأمالة العامة للمجلس حيث شهدت الحملة مشاركة واسعة من أصحاب السعادة الأعضاء ومنتسبي الأمالة العامة للمجلس بيّن معاليه أن مشاركة مجلس الشورى في الحملة يأتي انطلاقا من الحرص الكبير على دعم ومساندة الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال الرعاية الصحية خصوصا ما حققته من تميز مشهود في مكافحة جائحة كورونا منوها بروح العطاء والإخلاص والتفاني لدى فريق البحرين وتضحياتهم المثالية لتحقيق المزيد من قصص النجاح والإنجاز في التصدي للجائحة